موسيقى 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 كتير مننا بيشوف نفسه في المنام ان هو بيأكل اكل كويس وكتير مننا بيشوف ان هو راح هو وابوه او هو والدته او الفتاة هي وامها او هي وابوها راحت عند بيت خلها عند بيت عمها عند بيت احد الاقارب وان كان في عزومة او كان في وليمة الرؤية دي كتير من الناس بتشوفها وبتستغرب لان مثلا شكل العزومة في المنام بيبقى شيء غريب شوية اكل كتير ورزق كتير بيبقى موجود في المنام ولي بيشوف الرؤية دي بيبقى محتار يا ترى دي خير ولا شر ولا ايه الحكاية فيها هنتعرف عليها بالتفصيل وهنتعرف عند العزومة وعلى اللي تشير اليه الرؤية دي في المنام بالتفصيل بس سعب لما اخوش في تفاصيل الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار العزومة من الاشياء المهمة جدا اللي تبشر بخير بالنسبة للفتاه العزباء وبالنسبة للمرأة المتزوجة وبالنسبة للراجم وايضا للمرأة المطلقة هنتكلم عن كل حاجة اول حاجة هنتكلم عن العزومة بالتفصيل زي ما فصل الامام ابن سرين بيقول عن تناول الطعام بشكل عام في المنام يشير الى خير وبركة وان في رزق في الحياة القادمة ورؤية الشخص في منامه يأكل الطعام وهو سعيد دي بشارة له على تحقيق الامنيات والطموحات التي يسعى اليها ورؤية العزومة والاكل في مناسبة او عرص يدل على السعادة والخير اللي هيشوفه الرأي في الايام المقبلة يعني لو شخص شايف انه هو في عزومة او انه بيأكل في عرص ده هيبقى عنده سعادة باذن الله ولو بما تشوف عزومة وليمة في المنام مع شخص مهم او رئيس او ملك او امير دي بتدل على ترقية في العمل وعلى انك هتنول منصب كبير جدا في حياتك بالنسبة لتفسير حلم العزومة في المنام او الوليمة في المنام للفتاه العزباء الرؤية مبشرة جدا خلي بالكم منها حاجة كويسة خالص بالنسبة للناس اللي بتشوف الرؤية دي تعتبر رؤية الوليمة في منام العزباء دي بشارة لها بالزواج القريب العاجل ان شاء الله وكمان ان رؤية عزومة مع اصدقاء في المدرسة او في الجامعة دي بتدل على النجاح والتفوق وتحقيق الامنيات ورؤية الفتاه اللي عزومة في منامها مع شخص تحبه دي بتبشر بالزواج العاجل بينهم والله اعلى واعلم ورؤية دلق الاكل على الارض في منام العزباء من الروعة التي تشير لوجود بعض المشاكل انه يبقى فيه اكل كويس ويتكب على الارض دي من الروعة اللي بتشير للمشاكل بالنسبة للفتاه العزباء وبترمز ان عندها بعض الهموم والاحزان والاوجاع والعزومة والوليمة في منام الفتاه العزباء تدل على الخير والرزق الكثير اللي هتحصل عليه الشخص الفتاه اللي بتشوف الرؤية دي في حياتها القادمة وهي من الرؤية المبشرة لها بالزواج بالنسبة لرؤية الوليمة في المنام للمرأة المتزوجة المرأة المتزوجة بتاكل طعام في عزومة دي لوحدها دي بتكون رؤية تدل على المشاكل الزوجية التي تعاني منها في حياتها لما بتاكل لوحدها طيب لو شافت انها بتاكل وسط مجموعة من الناس او مع زوجها وولادها ده خير كتير قادم لها ورزق وانتهاء للمشاكل والخلافات اللي بينها وبين زوجها وايضا تعتبر رؤية اهداء الزوج وعزومة الزوج للزوجة في المنام على الطعام دي بشارة لها بالحمل القريب ان شاء الله لو هي بتفكر في موضوع الحمل او موضوع الانجاب والموضوع ده شغلها وشافت ان زوجها بيهديها بعض الطعام او بيعزمها على اكل كويس ده بيدل على الحمل لها ان شاء الله تعالى ورؤية الاكل والعزومة مع شخص مشهور في منام اه هذه المرأة بيدل ان في خير ورزق قادم ورزق وفير سوف يحصل عليه زوج هذه المرأة او هذه المرأة ورؤية الوليمة والعزائم انها تكون معزومة في احد العرس وطبعا دي بتدل ان في خير قادم لها ان شاء الله وانها هتسمع اخبار سارة لو هي عندها اولاد بتفكر في زواجهم فمن الممكن ان يكون زواج لأحد الابناء من ابنائها ان شاء الله بالنسبة لتفسير حلم الولائم والعزومة للرجل الشاب لما يشوف في منامه انه يتناول الاكل في عزومة دي بشارة ليه بالزواج لو كان مش متزوج والزواج هيكون من فتاة صالحة يعني حالة الاكل اللي بيأكله هو كويس بيدل على الفتاة اللي هيزواجها هتبقى صالحة بهيئة الاكل اللي هو بيأكل وفي حالة تجبر الشاب على الطعام هذا يدل على زواجه من فتاة هو مجبر عليها مثلا اهله هيؤمروه انه هو يتزوج من هذه الفتاة ورؤية اكل الطعام في الفرح او في العزومة وهو بيبقى فرحان وسعيد بالرؤية دي دي بتدل على زواج الشاب من فتاة يحبها ويتمناها ورؤية الاكل مع ميت في المنام تكون تدل على المرض والمصائب وربما وفاة احد من اهله والله اعلى واعلى دي بالنسبة لرؤية الرجل ولو كان اعزم اما الرجل لو كان متزوج فهو انه بيشوف نفسه في عزومة ده يبشره انه في خير قادم ليه هينول خير يا اما في عمله يا اما في بركة لأولاده قادمة ان شاء الله تعالى بالنسبة لرؤية العزومة للمرأة المطلقة المرأة المطلقة لو شفت نفسها انها مع عزومة في فرح والفرح ده هتكون هي سعيدة فيه وبتاكل بنفس شاهية ده بيدل على انتهاء مشاكلها وعلى انه في اخبار جديدة قادمة لها واخبار صارة ان شاء الله ولو شفت انها بتاكل مع زوجها السابق دي بشرة لها اه او شفت زوجها السابق بيعزمها على بعض الاكلات مشهورة عن كل الناس مثلا بيعزمها على اكل معينة هي كانت بتحبها او كانوا بيأكلوها مع بعض سابقا ده بيبشر ان ان شاء الله في اه انتهاء للمشاكل وللهموم اللي عندها اه وممكن يكون رجوع قريب لزوجها ان شاء الله في الايام القادمة اه وايضا لو شافت انها مثلا معزومة اه في اه فرح وهي لبسة فالفرح ده لبس كويس ولبس انيق او فستان عموما ده بيدل على ان هذه المرأة المطلقة سوف تحظى بزواج جديد ان شاء الله وزواج هيكون من شخص اه يعني مختلف عن زوجها السابق لانها طبعا هيبقى اه كده علامة ان هي ان شاء الله هتزوج مرة اخرى اه وبالنسبة ايضا للمرأة المطلقة لما تشوف نفسها انها بتاكل اه لوحديها في المنام ده بيدل على المشاكل اللي بينها وبين زوجها وان المشاكل لسه مستمرة ولسه ما خلصتش منها فالرؤية دي لما لو شفتها المطلقة انها مثلا اه زوجها اه بيجيب لها هدية من طعام او او ابوها مثلا اه شفت في المنام واخدها و اه راح بيها مكان مطعم مثلا او اه مكان كده متجمعين فيه الاهل والاقارب وهم بيكلوا مثلا دي بشارة ليها ورؤية تبشرها ان فيه خير قادم اه وعليها بالصاب وان ان شاء الله فيه خير قادم لها وما تستعجلش في الحكم على الاشياء لان فيه ناس كتيرة بتبقى نفسيتها تعبانة بسبب اه موضوع الزواج ده عموما فانصح ان كل شخص يشوف الرؤية دي انه هو اه يعرف ان فيه بشارة قادمة ليه ان شاء الله وان فيه خير قادم ليه ما يستعجلش وان شاء الله اه ربنا هيديه اللي يتمنى اه كده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ولو حد عنده حلم وحابب يفسره يكتب تعليق اسفل الفيديو وان شاء الله هنرد عليه في اسرع وقت ممكن وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم وبذلك